مبادرة تقدم بها مشير تشاد رئيس الجمهورية ادريس ديبيتنو بهدف ادخال اصلاحات في ميزانية الدولة وترشيد الادارة المالية وتحسين قطاع التوظيف وتطحير العام في اسس النظام المالي فقد اطلقت وزارة المالية والميزانية مشروع الاحصال بيومتري الرقمي لموظفي الدولة من خلال التعاون المشترك والتنسيق مع دولة رواندا لاجل تحديث وتكامل المالية العامة وتسريع الخطى نهو التقدم والركب الحضاري هذه المناسبة شهدت مداخلات عدة من بينها كلمة وزير المالية والميزانية طاهر حامد انجلي والذي افاد بان هذه الخطوة جاءت بالتعاون والتنسيق مع دولة رواندا لاجل الاستفادة منهم واكسابنا خبرات جديدة في تحسين الادارة المالية وهدفنا هو انه مع بداية عام 2021 نعمل لادخال نظام جديد في الادارة العامة لتكيف مع الحدثة وترتيب الاولويات مع الاخذ في الاعتبار موظفية الدولة في الخارج وهذه العملية تطابق اجندة تعاون جنوب الجنوب مما يساعد في حفظ البيانات ومعالجة رواتب الموظفين وتأمين الادارة المالية عبر فتح نوافذ الرقمية والبريد الالكتروني وموبايل موني وترشيد النظام الجمهوريكي وقيمة الضريبة المضافة ثم تداخل وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي علي انبودو بكلمة سرد من خلالها ان النظام الرقمي الجديد يسمح بتأمين البيانات الادارية ويساعد على بلوغ الادارة الرشيدة وبناء نظام شبكي يسهل الاجراءات في الترقيات والعلاوات وحفظ اصرار الدولة بطرق امنة وبعد ذلك تداخل وزير المالية الرواندي السابق جان ديدييه رورانغوا باعتباره كخبير في هذا المجال بتقديم حيكلة المشروع الذي يرمي الى ترشيد الادارة المالية وحصر الموظفين ويرمي الى تطحير العام لميزانية الدولة وللتذكير الوزير الامين الام برئاسة الجمهورية كالزيب باهيمي ديبي وقف بنفسه على طريقة تسجيل البيانات وإصدار البطاقات ايذانا بتعميم العملية في كافة الوزرات ومؤسسات الدولة بالاراضي الوطنية في البداية انتهزوا هذه السانية واشكركم باسم مشير جاد رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو واقول ان هذه المناسبة تعد مرحلة جديدة اتت اكلها ثمرة التعاون الالاقات القائمة بين البلاد ودولة رواندا في اطار تعاون جنوب الجنوب وقد بدأت نواة ثمرة الالاقات عبر التوقي على البروتوكول التعاون مع وزارة المالية الرواندية ووزارة المالية الشادية بمبدأ التكامل الافريقي وان مناسبة التوقي على البروتوكول والوثيقة جاءت من مبادرة مشير جاد رئيس الجمهورية ادريس ديبي اتنو مع نظيره الرواندي بول كاقامي وبما ان اطلاق هذا المشروع يعد نتيجة ايجابية نعمل من ورائها تعديل وزارة المالية والميزانية ونقوم بتوظيف هذا النظام في جميع الوزارات كوزارة الصحة العامة والوزارات الحيوية ومن خلال هذه المبادرة فان وزير المالية ووزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي يقومان بدعوة الموظفين كافة وتصر في انفاذ هذه العملية لادم تأخير رواتب الموظفين والعمال وبمجرد اطلاق هذا المشروع نكون قد انتهينا من رؤية الطوابير الطويلة التي تنتظر امام البنوك والمصارف لصحب الاموال ومستحقاتهم وان الاحصاء البيومتري يساعد لتحسين الاداة الاداري بانجمينا وننطلق الى تطبيقها في كافة الاراضي الوطنية وخارجها وتمنى لكم عملا موفقا مع الاخذ في الاعتبار مرآة قوانين الاحترازية والتباود الاجتماعي لاجل الوقاية واشكركم